حي التأميم الواقع في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار هو واحد من الأحياء المعدمة الفقيرة هذا الحي وسكانه شاهد على سرقة مقدرات وثروات هذه المحافظة التي تخلى فيها المسؤولون على ما يبدو عن سكان هذا الحي ولسيما مع بدء العام الدراسي الجديد وقع أطفال هذا الحي يأتي متزامناً مع فقر أسرهم وعدم استطاعتها تأمين المواد الغذائية الأساسية داخل بيوتهم التي هي عبارة عن كارفانات والله المعيشة نحن تعبانين والله والله زفت نحن اليوم نحن خلف الله عن ناس يجيب لنا هنا أكل والله خلف الله عن ناس يجيب لنا دجاجة يجيب لنا شيء يعني هسا نحن اليوم ما عدنا مرقب مع العادة اليوم نحن متغدينا ما عدنا وجرت العادة في العراق بعد عام 2003 أن يتهافت المرشحون للانتخابات إلى الفقير يؤملونه بوعود كاذبة لا تغير من الواقع شيئاً كل الأحزاب انشغلت بالانتخابات وتناست مأساة أهالي هذا الحي ولا سيما مع قدوم فصل الشتاء الذي سيحل قريباً أنا بس أريد لمكان كل شيء مال هاي من يجي المطار والله هاي أجي في جهالي والله هنا بالبزرن هنا هاي يقوم خرعين منه هاي صحيات احنا وخرنا هنا وخرنا هنا وابا حمز صبوه إذن معاناة يومية يعيشها أهالي حي التأميم في الرمادي معاناة تختصر ساسة البلاد بعد عام 2003 وكيف أنهم أجبروا المواطن العراقي على أن يعيش يوماً بعد يوم على هامش من هذه الحياة